عرف أحمد داود أغلو من خلال كتابه الشهير العمق الاستراتيجي وقد استطاع الرجل إقناع كثير من الأتراك بأفكاره السياسية على مدار السنوات الأولى لتوليه حقيبة الخارجية لكن ما إن تولى رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء خلفا لرجب طيب أردوغان حتى بغت من قبل خصومه السياسيين وبعض أنصاره الذين عابوا عليه دعمه للنظام الرئاسي الذي دعا إليه ولا يزال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان النظام الرئاسي وكما قلنا دائما سيكون في إطار القانون وفي سياق الديمقراطية والحرية المتبعة في البلاد ومن أجل الفصل بين السلطات الثلاث ومن أجل توازن العمل الديمقراطي بهدف المساواة بين كافة مكونات المجتمع ومن المآخذ على داود أغلو سكوته على موصفه مراقبون تعديات الرئيس أردوغان على صلاحياته كرئيس للوزراء من خلال ترأسه المتكرر لمجلس الوزراء وتدخله في اختيار نواب الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية وتأييده المطلق لكل ما يدعو إليه أردوغان للأسف السياسة في بلدنا تتغير بسرعة لذلك يستخدم السياسيون عبارات يومية بمعنى يقولها اليوم وغيرها غدا وتعهد أحمد داود أغلو بأنه سيستقيل في حال خسر حزبه في الانتخابات المقبلة فمن وجهة نظري هذه عبارة كلاسيكية يستخدمها رجال السياسة في هكذا مناسبات أما الأمر الآخر المتعلق بالنظام الرئاسي فشعرته كأنه يقول للشعب إذا كنتم لن تصوتوا من أجلي فصوتوا من أجل الرئيس السابق أي أردوغان ويتساءل متابعون عن جدوى دخول أحمد داود أغلو الانتخابات البرلمانية في ظل دعمه للنظام الرئاسي الذي سيحرمه من أي منصب فعال كل ذلك في وقت تعهد فيه الرجل بالاستقالة من الحزب وترك العمل السياسي في حال خسر حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة يرى مراقبون أن أحمد داود أغلو يجازف بمستقبله السياسي من خلال تعهده بالاستقالة في حال خسر حزبه الانتخابات المقبلة ومن خلال دعمه للنظام الرئاسي فهل سيفي أحمد داود أغلو بما قاله أما أن تصريحاته ليست إلا وعودا يطلقها الساسة في الحملات الانتخابية مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول ترجمة نانسي قنقر